قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك مقترحا مطروحا على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وجدد وزير الخارجية المصري في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض رفضه لأي حل عسكري في رفح الفلسطينية مشددا على ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين يجب علينا أن نضع حدا للوضع الراهن وهذا لن ينتهي إلا إذا ما كان هناك التزام من قبل أولئك القادرين لدينا جميعا دور يتعين أن نلعبه ونحن نعرف ثوابت هذا الدور وما لمحه ولا يجب أن هناك عراصر خارجية تؤثر على ما نقوم به إذا ما كنا جدين بشأن وضع حل لقضية الفلسطينية ووصولا إلى التكامل ووضع حد لدوامة العنف أما أثبت المفوضات فهذه طبعا قضايا حساسة هناك اقتراح على الطاولة وهذا منطم بالطرفين لكي يقبلها من عدمه ولكن الهدف هو وقف الاتقنار وقف دائم لإطلاق النار وتصدي للحالة الإنسانية ومجددا تجنب وأعتقد أنه من الواضح أن هناك توافق في الأراء في الأسنة الدولية ترفض الحل العسكري في رفح ترجمة نانسي قنقر